كما تدين تدان كان هناك شاب كغيره من الشباب يستعمل الانترنت وغيره من وسائل الاتصال وكان يعرف الكثير من البنات يغازلهن بأجمل وأرق الكلمات وبعدها يعيدهن بالزواج ثم يتهرب منهن وكان يكرر كلماته على كل فتاة يعرفها ومنهن من قابلهن بطرقه السرية ولكثرة من عرف تأكد أن جميعهن خائنات وكان لهذا الشاب أخوات كان يحرص عليهن أشد الحرص حتى لا يقعن بأمثاله من الشباب فلم يسمح لهن بالرد على الهاتف أو حتى النظر من النافذة وكان يوصلهن بنفسه إلى الجامعة ويترقب جميع تحركاتهن حتى في البيت كان يشدد عليهن الخناق وفي يوم من الأيام أوصل أخته إلى الجامعة وبعد أن تأكد من دخولها ركب سيارته وعهد إلى البيت ليكمل أحاديثه مع الصديقات والخليلات في هذا الوقت حدثت حادثة مفجعة حيث أن سيارة انقلبت على من فيها ولو تعلمون من كان فيها لقد كانت أخته مع شاب بنفس صفات أخيها مخادع كاذب وقد ماتا معا موتة مهينة ماتا على معصية وقد تعرفوا عليها من خلال بعض الأوراق التي تناثرت في الهواء وقد اتصلت الشرطة ببيت أهلهما ليتعرف على الجثث وكانت الفاجعة عندما رأى الشاب أخته وقد علم بعدها أنها تحب هذا الشاب الذي مات معها وقد تعلقت به فتذكر كل الكلام الذي أسمعه للبنات وعندها جهر بالبكاء واستغفر ربه وعرف أن الله حق وأن الدهر دوار ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقد تعلقت به فتذكر كل الكلام الذي أسمعه للبنات وعندها جهر بالبكاء واستغفر ربه وعرف أن الله حق وأن الدهر دوار وتيقن أن ما فعله ببنات الناس انقلب عليه وما ربك بظلام للعبيد وحتى الآن يبكي هذا الشاب وكلما تذكر أخته والطريقة التي ماتت بها يردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان مر مزارع بضائقة مالية فاخترض مبلغا كبيرا من المال من رجل غني كان عجوزا ودميم الوجه واتفق على رد المبلغ بعد عام مر العام ولم يجمع المزارع المبلغ فذهب الغني لبيت المزارع يطالبه بسداد ما عليه فأخبره المزارع بحزن أنه لم يستطع تدبير المبلغ وطلب منه أن يعطيه مهلة أخرى وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يضله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معصر أو ليضع عنه في هذه اللحظات شاهد الغني ابنة الفقير الجميلة الصغيرة وأعجبته كثيرا فقال للمزارع سأعفيك من سداد القرنط إن زوجتني ابنتك رفض المزارع وابنته هذا العرض فابتسم الغني الماكر وقال للمزارع ولماذا لا تجعل القدر يقرر أمر زواج من ابنتك؟ غدا أمام الناس سأعطيك ورقتين مطويتين سأكتب في الأولى أوافق على زواج ابنتي وفي الثانية لا أوافق وسألتزم بما تختار وأعفيك من سداد القرض ولأن المزارع يعرف مكر الرجل توقع أن يكتب في الورقتين أوافق على زواج ابنتي لذلك استخدم ذكاءه وطمأن ابنته والبسمة تعلو وجهه وفي الغد اجتمع الناس وتعاطفوا مع المزارع وابنته وجاء الغني وأعطى حاكم المدينة الورقتين ليقدمهما للمزارع الذي اصطنع الحزن والبكاء واختار إحدى الورقتين وقام ببلعها دون أن يقرأها فدهش الجميع من تصرف المزارع وقال حاكم المدينة بغضب للمزارع ماذا صنعت؟ لقد أكلت الورقة دون أن نعلم ما بها قال المزارع الذكي يا سيدي اخترت ورقة وأكلتها دون أن أعلم ما بها ولكي نعلم ما بها انظر للورقة الأخرى فهي عكسها نظر حاكم المدينة للورقة الباقية فوجدها قد كتب عليها أوافق على زواج ابنتي فقام الجميع بتهنئة المزارع وقالوا لقد اختار عدم الموافقة على زواج ابنته بعدها سجد المزارع لله شكرا بينما سقط الغني على الأرض مغشيا عليه وعاد المزارع وابنته وهما في سعادة كبيرة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون شاب من أسرة فقيرة يدرس في كلية الطب والده يعمل ساعيا بإحدى الشركات وبعد انتهاء العمل يمر على محلات الملابس ليعرض على أصحابها ملابس أطفال تقوم زوجته بحياكتها ثم يعود مرهقا بعد صلاته للعشاء كل ذلك من أجل توفير مصاريف تعليم ابنه وأختيه الأصغر منه لم يشعر الشاب يوما بشقاء والده بل كان يوميا ينومه لأنه من أصر على دخوله كلية الطب بينما كان هو يريد الاكتفاء بالثانوية حتى يسافر خارج البلاد يبحث عن عمل لذلك كان على خلاف دائم مع والديه ولم يشعر بتعبهما وما يبدلانه من جهد من أجله ليكون من المرموقين في السنة النهائية أحب الشاب فتاة وطلب من والديه الذهاب لخطبتها وعندما سألت الأم عنها وجدتها لا تتمتع بسمعة جيدة وأن لها خبرة في الإيقاع بالشباب فرفض الوالدان التقدم لخطبتها وهذا ما أغضب ابنهما وجعله يقاطعهما وينعزل في غرفته وكلما دخل والده الغرفة ليراضيه أو يذكره بموعد صلاة كان لا يرد عليه ويكتفي بالنظر إليه غاضبا ساءت أحوال الشاب وأخذ يفكر في الانتحار بسبب دخوله كلية لا يريدها وفقدانه للفتاة التي أحبها وفي مساء أحد الأيام قرر إلقاء نفسه فجرا بالنهر دون أن يشعر به أحد وفي هذا الوقت فوجأ الشاب بوالده يدخل حجرته مبتسما ويقدم له الهاتف الحديث الذي تمناه منذ فترة ويطلب منه أن ينهض ويتوضأ ليصلي سويا صلاة العشاء فنسي الشاب عناده ولا يعرف كيف أصبح مطيعا وبعض الصلاة قبله الأب وقال له عند نومك لا تنسى ما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ردد الشاب كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه ونام على وضوء وقبل صلاة الفجر بقليل استيقظ مفزوعا وهو يقول بأعلى صوته لا لن أفعل أسرع الوالدان إليه ليطمئنا عليه فقال لهما لقد رأيت في منامي رجلا يقودني إلى النار ويقول لي هذا مكانك بعدما قتلت نفسك ألم تقرأ أو تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا احتضن الوالدان ابنهما ثم طلب منه الأب أن يتوضأ ويذهب معا إلى المسجد وبعد الصلاة ذهب الشاب إلى الجامعة وهناك سامع من أحد أصدقائه أن الفتاة التي أراد خطبتها متهمة في قضية مخلة بالشرف فحزن كثيرا ولكنه دعا لأمه التي حذرته من الارتباط بها وبعد تخرجه شاهد احترام الجميع له وعرف أن والديه اختار له الأفضل فقبل أيديهما ووعدهما بتعويضهما عن كل ما بدلاه من أجله وقال لهما لقد تبت إلى الله وعلمت أن الثبات والصبر في الدنيا نؤجر عليه ويقربنا إلى الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ترجمة نانسي قنقر